العنوان الثاني عنده حسام زايد مفاجأة من الكابتن إبراهيم حسن للعيب المنتخب ما هي المفاجأة؟ طبعاً مبارح زي ما احنا عارفين كان أول يوم في التجمع كان فيه 24 لعب موجودين باستثناء محمد صلاح ومحمد شريف الكابتن إبراهيم حسن كان مجهز مفاجأة سارة للعبين أولاً الكابتن إبراهيم حسن طلب أنه يكون فيه زي جديد للعيبة من الشركة الخاصة بالملابس بالتنصيق مع اتحاد الكرة واللبس اللي ظهر مبارح ده أول مرة للعيبة بشكله الجديد علشان يكون يعني حافز معنوي للعيبة حافز تاني حافز تاني بقى حافز مات دي المعلومة اللي عندنا من داخل المنتخب أنه ما كانش فيه ليحة قبل كده للعيبة كيف فيه ليحة؟ بيأخذوا بكفات إزاي؟ ده الكابتن إبراهيم قاله للعيبة وأنه هو عمل ليحة بالاتفاق طبعاً مع اتحاد الكرة بأثر رجعي اللعيبة لها طبعاً مكافئات من قبل كده عمل ليحة دي بأثر رجعي وخد الموافقة عليها وفلوس اتصرفت مبارح بأثر رجعي للعيبة عن المباراة الماضية يعني معنا لقطات من المعسكر المنتخب استقبل اللعيبة نجيب لقطات الشباب بيسلم عليهم وبعد كده بيستلموا الشيكات مباشرة فكانت مفاجأة للعيبة وكمان وصل لهم رسالة مع محمد الشناوي إنه طبعاً اللايحة دي هتطبق فوراً كمان يعني مباراة بوركي نافاسو بمجرد ما إن شاء الله ربنا يكرم منتخبنا الوطني ويكسب اللعيبة هتاخد مكافئات فوراً ما فيش خلاص موضوع لتأجيل المكافئات أو الكلام ده كله مش هيحصل تاني دي رسالة ضمنية نقالها كمان كابتن إبراهيم حسن للعيبة من خلال محمد الشناوي حرس مرمى منتخبنا إذن هو عمل لهم حاجة معنوية اللبس الجديد ومكافئة المادية الخاصة باللايحة الجديدة المعتمدة اللي هتطبق وكمان استلامهم للمكافئات اللي كانت قبل كده حلوة أول كمان حلوة أول حلوة زكاية من الكابتن إبراهيم حسن والكابتن إبراهيم حسن زكاية جداً وفاكرة إنه اللعيبة كمان كان عندها مشكلة إنه مش لقين اللي يجيب لهم حقهم لا على فكرة على فكرة كمان الحالة المعنوية بعد الحركة دي مبارح مرتفع جداً في المعسكر واللعيبة كلها متحفزة للمطشين وإن شاء الله عارف وإنت بتتكلم كده فيه ناس بتفرع علينا تقولك إيه إنه هو لعيبة المنتخب دول اللي هم أحصل لعيبة في مصر وأحصل لعيبة محترفة يعني فرحين عشان ياخدوا شوية مكافئات في المباراة اللي فاتت ده ما بقول في القصة دي إيه إنه أنا بأخذ في قصة شغلي بغض النظر بقى أنا محتاجهم ولا مش محتاجهم مش مش شرطي يكون مزنوعة عليه أصدو ممكن يبقى فيه بعض اللعيبة عندها أصدو مزنوين برضو مش مش دي الحكاية بس أنا بأخذ مجهودي وتعابي خدت المكافئة بتاعش طبعاً وأنا يعني إنت حاجة خلاص ده معروف في العالم كله مش يعني إذا كان المنتخبات أكبر منتخبات العالم في كرة القدم إذا كان منتخب فرنسا أو غيره عندهم لاحية مكافئاته وبياخدوا فلوسهم يعني طبيعي اللعيبة المحترفة بره كمان يعني نفس القصة حاجات معنوية بجد يقولك إيه إيه الحكاة دول متضايقين عشان المكافئة هما دول محتاجين لا محتاجين يعني عادي شغلي وتعبت فيه وعايزة أخذ المكافئة الميزة كمان هو هيخدها بعض المطش مباشرة مش هنستند بقى شوهر يشغيرين على الحاجات يدي هاي